بحث عدد من الخبراء وكبار المديرين في بورصة لندن وبنك دوتشيف فرص الشركات المساهمة العامة الأردنية في إصدار إصالات الإيداع وإدراجها على بورصة لندن وناقش الخبراء في ورشة متخصصة الأمور القانونية المتعلقة في إصدار الشركات المساهمة العامة إصالات الإيداع وإدراجها في البورصة والتأثير الإيجابي على أسهم الشركات الأردنية التي تنوي إصدارها رئيس قسم الشركات الكبرى في بورسة لندن قال إن الجهود مستمرة لتطوير منتجات مالية جديدة تخدم احتياجات سوق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتشجع إصدار إيصالات الإيداع التي تزيد من إمكانية الشركات المصدرة لها من الوصول إلى كبار المستثمرين حول العالم إضافة إلى تعزيز وضع السيولة في السوق المحلية للشركات المشاركة في برنامج إصدار إيصالات الإيداع طبعا الهدف من هذا اللقاء اليوم التعريف وإيصال المعلومة الجديدة كيفية إصدار وتداول هذه الأوراق المالية وهذا الأمر الواقع أنه يعني بعطي ضوء على هذه الشركات وبيعرف المجتمع الأعمال العالمي بهذه الشركات وأعمالها أهمية هذا المؤتمر تتجلى في فرصة لشركات المساهمة العامة الأردنية بإدراج أسهمها في أسواق أخرى غير السوق الأردنية مما يعزز السيولة العميقة وجذب مستثمرين أجانب لسوق عمان